بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه اجمعين أما بعد ليو كيواني تاريه شريني موزوذ القاعدة موكلف مواجه مياني ثلاثين تيسع تانزا قصوما رسالة تجديد الإيمان للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى نموضوع يمهيم سانا كامرتك وصومك تكوى تنقليزي نهيز رسائل تزيسوما سيقوك ونمتون علميا من باب التفكير سانا إذن غلية رسائل ذاك نينجي أصوك تكوى مسائل يزهد مسائل ينفنغمانا نأخلاق نتربية وشيخ قوي جدا في العقيدة والتوحيد نعقيدة والتوحيد نعقيدة المحسن البدر ويكوبو كما صحيح البخاري المسلم لبنيني فيو كنا كتاب الرقائق أمبا قنداني هزمومزيو أحاديث زنازخفشا نكوبو مترجيو مويو كسباب مسلم هو يتجيه الوجام وسبب سسوافو طالي زعين وكامو يوكو نمجوم كيه شخوق �ة كووathiriki نomposomewa قرآن أو كوسم قرآن كووathiriki نetusتون قرآن يجااب 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 يتاب رقم يجاوب الله سبحانه وتعالى إما كوا نكتوكو مالك يومتو صلني معك قلاني يعني هاثريك نهيني خبر مبأس خبر مبأس فويل للقاس يتقلوبهم من ذكر الله ولم ينجو ينقوم مصرح ممووو ممووو mwe wako kwanimungumu kiasi chakua wasikia maneno ya Allah subhanu wa taala wasikia maneno ya mutu ya sallallahu haya kuwathiri katika mwe wako na huu kama nilibotaja ni upungufu ambao ukowazi waunekana wazi kwa sababu ya kuzembea katika mlangu huu ya itaji mara kwa mara kukumamu اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أهم ما يجب على العبد العناية به في هذه الحياة الإيمان من غني ويلي مهم زيدي عمبوني واجب مكوبة ومجة كجي شغلش نالو جمبهيلو كتك ميشايا الدنيا نجامل الإيمان فهو أفضل ما اكتسبته النفوس إيمان نبورة وكيلك لتوشوما نفسي وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة لني كبورة وكيلك أنباتهم وناداموا وفاتا كنيا يليوها با دنياني نكشو آخرة ارفع الله الذين آمنوا منكم بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح كيلك خيري نفسه أن يتفقد إيمانه وأن ينظر في حاله مع الإيمان يباسا كوكيلا أمديا مؤمن أنا يجي تكي خيري أنا يجي نصيخ نفسياك أو دايما أتزام إيمانياك أتزام حدياك نإيمان هل إيمانه في نماء وقوة وزيادة أو أنه بخلاف ذلك إلى واهن وضعف ونقص نزيد طالب العلم دايما أجيان غري نفسياك إيمانياك يزيد كيلا نبوتفتع علم كيلا نبفن عمل إيمانياك يزيد كيلا سيكو يونجزيك أو نكينيوم بمعنى كيلا سيكو يفوقوا نا كذوفика نا نimoja katika هاماوه هكونا لكات بمعنى إيمانيا منPadامو هايبaki ذي ولي ذي ساسا imifika hapa kilogo imibakia hizi kisha limansha aminkum anيتakadama au yataakhar ima wa sungambele katika imani kuizidisha au ya pungua hakuna kubakia katika hati ikiwa huta ishugulisha nafsi yako katika kuizidisha imani basi wallahi kukatika hadi ya kuipunguza imani walakin na aktharan nasi la ya alamu wengi katika watu waishi katika haya maisha wala hayamamu hawa ya zingati ye imani yangu ya zidi au imani yangu ya pungua haya ni mambo ambao ni wajib kwa kila mmoja wetu kujiisabu nafsi yaki na kila mtu ya jifani mtu yuajijua kuwasasa hivi imani yangu imepungua na ajijua kuwasasa hivi imani yangu imezidi balma ahwajahu ila tajdidi iliman wasa'i fi tatmimihi walhathari mimmonkisatihi wa mudhaifatihi ni hajakubwa ilioji kwa monadamu kwa muslamu kuileta upia imani yaki na kwenambiyo katika kuitimiza imani yaki na kutahathari kutokamana na vipunguzi vya imani vina vyozofisha imani yaki wa sa'i fi ta'i fi ta'i fi takuiyatihi akimbi liye mu'min katika kufanya iwinanguvu imani yaki kila siku fa'inna imani ti ahtarihi imani yaki imani yaki من فتن الدنيا ووساوس الشياطين وقرناء السوء وخلطاء الفساد والنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك من الأمور التي يترتب عليها ضعفه ونقصه فيحتاج إلى سعي حثيث لتقويته وتجديده من بني مين فتن za dunia wasiwasi unatoka manu na shaitan marafiki wabaya kutangamana na watu wa ofisadi nafsi inaumuamrisha uovu na mingineo katika mambo ambayo natijayake huwa ni kuhithofisha na kuhipunguza ile imani kwa hivyo muslamu ahitaji awedahima asonga asonga katika kui tiangufu na kui leta upya imaniyaki si baas ya shakwamu islamu ni mu'min tosh روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف يحدكم كما يخلق الثوب إيمان حكا 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 انتومي صلى الله عليه وسلم ها فأهميزكم ونبى الله سبحانه وتعالى أكزدشي إيمان نأيلة اوبي إيمان فوصف صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب انتومي صلى الله عليه وسلم أكتادي ها فكوا إيمان هو شكا كما إنه شكا أي أنه يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام هي إيمان هو شكا نوذو فيك نهو إنجلي ونوك نغوف كتو كمان نيالي أنا ويفاني أمديك تك معصيا معاصي أنه يفاني أمديك لسباب يكو ذوفيش إيمانيك معاصي كلا نبدا وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات وصوارف متنوعة تصرفه عن الإيمان نيالي أنا يكون باناناي كتك ميشا دنيا كتك مانبو ينوم شغليشا الدنيا نفيدي فينفزويا نجلي ياكي كتك كزيدشا إيمان مambو مالي مبالي ينومزويا كتو كمانا نيني أإيمان وفتن العظام تذهب جدة الإيمان وحاويته وقوته نمينجي كتك فتن كبا كبا زنزوندوا أولو حاين ننغوه يا إيمان وتضعف جماله وحسنه وبهاءه نوضوفيش أولو زرواك أوليوك كتك إيمان وها هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل فقال فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم na hapa atuona mtume صلى الله عليه وسلم atuwelekeza katika ضرورة ya kufanya تجديد الإيمان kuhileta upia ili إيمان katika moyo ومنadamu kwa kuhilikea kwa ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم katuwelekeza katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala أي لتأubia إيمان katika moyo zetu فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله subhanahu wa ta'ala هي حال يتاكا كتوكا كتسيسي kwelekea kwa kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala وسؤالا ملحا أن يزيد الإيمان ويقوي نكوomba سانا كوتريري كوomba سانا الله subhanahu wa ta'ala أي tienguvu إيمان كيونا إيمان الله أن ينجزنغوف إيمانيا وأن يجدده في القلب وأن يمكنه فيه أي لتأubia إلي إيمان katika moyo wako والله يقول subhanahu wa ta'ala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يثبت الشاوالي وليواميني كو قول إلي يثبت هابا لنياني نكشو آخر كيوثبات يتوكا كوى الله subhanahu wa ta'ala نجيويا كوكم موما سانا الله subhanahu wa ta'ala أي لتأubia إيمان ولا buddha من جهاد النفس ومحاسabatها نحاpa كنا جambu مهم سانا لزيمة كوانا جهود نكupigiana ننفس نككاachini كويهساب نفسي كachini mtuوكاهساب نفسي وإلزامها بالحق وإطرائها عليه أطرا وأطرها وأطرها عليه أطرا وإلزامها بالحق كوي لزميش نفسي كويفوات حق وأطرها عليه أطرا كويهوتا كوانغوفو كوي سكومكاتككوينجيا كوينيني كوني حقنا كويفوات قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نوالي وليوفاني جهود كواجرية السيسي tutawangoza katika njia zetu كويه لجambula itaji جهاد النفس وبigiana النفسي هاكو katika إيماني نحق وإن الله نماع المحسنين الله سبحانه وتعالى يوكو پamoja na weما ولابد من جهاد النفسي نككاة چيني كويهسابو كلا وكاتي ولابد أيضا من الحذر الشديد من الفتن وليوفاني بيا نلزيما اونا تهذاري من أساسيه وتنقضه من أسله نينجي katika إيزي فتن زادي ya katika msingi ya asoa wa din na kutaka kutowa ile mzizi ya din kutoka katika أسلي فتن أما زمتوم صلى الله عليه وسلم علي وانبيهم صحابوك بادروا بالأعمال فتن كم بلياني katika أعمالي فنيني هراك katika فني أعمالي كنا فتن وكم بيلي كما كيباني كيزة 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 يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فسام هزي فتن يعني زاون لو وakatika أصل إلى دين فسام صلى الله العافية والسلام والإيمان أثمن شيء في الوجود نا كما كنا كين كيلي كون ثماني واسي إيمان نيشو كيلي كون ثماني كون 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 كين كون ثماني كون وآغلى كنز في هذه الدنيا نا كنز أمبو نياغالي زايد katika هي دنيا ومن افتقده افتقد الحيات الحقيقية منيكو يكوس إيمان هو يمكوس أولي أحايا وككويري وحاكيكا أولي أحايا وككويري أميكوس فإنه لا حيات حقيقة للإنسان بلا إيمان أكويري ومامو نكوى من آدم هانا أحايا بلا إيمان أولي أحايا وككويري هانا إكي وحانا إيمان وأما مجرد المشي على الأقدام والأخذ بالأيدي والتكلم بالألس دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذه حياة بهيمية أما مجرد منتقوا أنا أحايا وتنبيع أنا مكونو ياكي أزنغمز نولي ميوكي بلا يكون مواميني الله سبحانه وتعالى وكويري هوني أحايا وكي نياما لأنه يشترك فيها الإنسان والحيوان كتك جمويل وشركيان ونادام واتون ونياما وكو ساوة كتك أما الحياة الحقيقية أو الحياة الحقيقة فهي حياة الطاعة للرحمن سبحانه وتعالى وحاي ووهكيك نولي وحاي وكمتي الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نكون فواتمتوم صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنِّيُمُ الْوَمِينِ إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ مwiti kiani الله سبحانه وتعالى na mtume wake إذا دعاكم lima yuhiikum wanapuwa itangini kwa kile kita kachu wapa uhai kwenye anayambio haya ni maiti anayambio haya yukuhai lakini kuna uhai zaidi ya ule uhai watu wanawafikiria watu uhai wafikiria ni tu ile roho kuwa katika kiwili wili la ule ni uhai mungine ambao kila kiyumbi ashirikian na mungzake iki wabado yukuhai lakini uhai waukamidifu ni uhai wakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala nakumti mtume sallallahu alayhi wa sallam hundi uhai nandiyumana Allah subhanahu wa ta'ala awaman kana maitam fa ahiyayna aymanishi kwa liku maiti ana roho la ni maiti watembea lakini ni maiti kunawatu watembea katika hii dunia lakini hawana wahaai maiti kwa kukusa iman hii ni na'ima kubwasana Allah akimpa munadam walakad kana sallaf rahimahum allah min assahabati wa man ba'dahum في تفقد الإيمان والعمري متقويته وتجدidhi kathira نا أثار زلزفو kilewa ناكنukuliwa كتوقwa salafu الصالح نمنا ولذikuwa وكichunguza imani zao ناكufanya عمل katika kuzitianguvu imani zao ناكuzilita upia imani zao نااثار نيجي ثانا نااثار زلزفو kujia نيجي ثانا نا هابا أتنقوب هذه آثار كتوقwa kwa salafu الصالح رضوان الله تعالى عليهم زنازو eleza كوسوس والاهili نمنا salafu الصالح ولبقوا kilishuhulikili jambu كisha تukiasoma haya تجipime sisi tukoje sisi tukoje na wawa koje kwa wakati wasema kuwa mimi na wafuata salafu الصالح رضوان الله تعالى عليهم iwe ni katika kila mlango katika kila mlango na miongoni mwamilango wa azimu kabisa ni huu mlango wa kuangalia imani yako ili uilete upia ili imani biithinillahi ta'ala wanyikikau kutakachukudia tutagusia kwanzia kaul alionukuya mwanzi ya uman khutab radhiya allahu anu kwende liambele katika kuwale za salafu الصالح fiwbwan الله تعالى عليهم sinazoonyesha namna walivokuwa kilishuhulisha katika suala la tajdid al-iman na kuwileta upia iman na kuwipanguhu iman namna walivokuwa salafu الصالح رضوان الله تعالى عليهم katika mlanguhu naktafi biadal qadr wa allahu ta'ala a'nam subhanakallahu hamdik shahadwa la ilaha ilamta astaghfirullah wa malaikum barakatuh